بعد هزيمة الزمالك في أسوان الأهلي بيقبل الهدية ويعتل القمة الزمالك بيعود من أسوان بهدفين فقط في شباكة القائم الأيمن لمحمد عوات حارس الزمالك كان متعاطف جدا مع الفريق الأبيض ومنع أسوان من أنه يحقق فوز عريض جدا على الزمالك اللي بيمنح القمة لغريمه التقليدي النادي الأهلي بعد ما فاز النهاردة على بيرامد بثلاثية نظيفة لكن لنا هنا وقفة قاهي الأهلي سجل ثلاث أهداف النهاردة بس أكيد جماهير القرع الحمراء خرجت من اللقاء وعندها كويس شمارك عندها علامات استفهام كبيرة جدا على داء الشياطين الحمر يا صباح الخيرات حلقة جديدة من رقم عشر النهاردة في عندنا أخبار كتيرة جدا وفعاليات كتيرة جدا وحصريات كتيرة جدا للبرنامج لو قلنا عنوان كده للنهاردة للنسخة أو الراوند الجولة الحديقة عشر من مباراة الدوري النهاردة مباراة الدوري النهاردة على صفيح ساخن خذونا نستعرض معاكم أبرز النتائج للمتشاط اللي تلعبت النهاردة في الجولة الحديقة عشر من الدوري الممتاز لكرة القدم النهاردة معنا أسوان مفجأة كبيرة جدا وأداء ولا أروع بيفوز على نادي الزمالك 2-1 الداخلية بتوقف المصري أو المصري بيوقف الداخلية 1-0 أمبي والاتحاد 2-1 وأخيرا الأهلي وبيرامدس ثلاثية نظيفة للنادي الأهلي وخلينا نروح مباشرة للبريمير ليج في الراوند التاسع عشر الإنجليزي النهاردة ليفر بول للأسف الشديد بيخسر أمام برينت فورد في الدولة الإنجليزية في الجولة 19-3-1 النهاردة زي ما تابعنا الأهلي بيفوز على بيرامدس 3-1-3-0 أداء في علامات استفام حنتكلم باستفادة النهاردة في الحلقة خلونا نستعرض الأهداف سريعا قبل ما ننتقل لتصرحات المدراء المديرين الفنين لنادي الأهليوني نادي بيرامدس أول جون في الدقيقة 19 معانا عمر السلية صاروخ تسديدة ولا أروع تقريبا من 30 يرضى عمر السلية بيحرز هدف التقدم لنادي الأهلي في شباك بيرامدس في منتصف الجون تسديدة ولا أروع من 30 يرضى عمر السلية النهاردة بيعمل أداء بيحاول أنه يصالح بيها جماهير القلعة الحمراء تاني جون تسديدة الله يعني أنا في حاجات كده الواحد ما يقدرش يعلق عليه على أي حال يجون التاني لنادي الأهلي برضو عمر السلية بيغرد منفردا النهاردة أداء ولا أروع في الدقيقة 69 بيضيف بيها الهدف التاني للنادي الأهلي طبعاً إحنا سمعين أداء أو سبعين هتفات الجماهير أنا بوجه تحية كبيرة جداً لجماهير النادي الأهلي النهاردة وإحنا نتكلم برضو النهاردة على الجماهير بشكل عام وجماهير الأهلي النهاردة بشكل خاص اللي هو بالرغم من إن الأداء ما كانش يعني في أفضل حالاته في الشوط الأول إلا إن إحنا لقينا تابعنا سمعنا صوت الجماهير وهي بتشجع طول التسعين دقيقة طبعاً الهدف الأخير له حسين الشحات اللي هو طبعاً يعني بالخطأ لأحمد سامي مدافع بيرمت بالخطأ في مرمى طبعاً الهدف بيحتسب له حسين الشحات في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل إضاع الأكسترا طايم بالفوز ده الأهلي طبعاً بيعتلي القمة على حساب غريمة نادي الزمالك طبعاً كبير جداً والعريض على بيرمتز مارسل كولر النهاردة قال تصريحات فيه تصريحات طائعاً اعتيادية وفيه تصريحات عايزين نتوقف عندها شوية هو قال في الأول أنه سعيد جداً بالفوز على بيرمتز وإحنا قدقيه إن النادي الأهلي كان منظم وإن إحنا وظفنا اللعيبة بشكل جيد هو قال إنه عارف إن بيرمتز فريق قوي وعنده لعيب على أعلى مستوى وإن إحنا تقدمنا بالنتيجة بيتكلم على تصويبة الرائعة لعمر السلية بس أنا عايز بقى أتوقف هنا عند التصريح ده وعايز أحاولنا أقرأه كما هو علشان أنا أعتقد إن يمكن يكون فيه خطأ في الترجمة الله أعلم خلينا نقرأ التصريح كما ورد إلينا كنا نغلق اللعب وجعلناهم يجرون خلف الكرة من أجل إرهاقهم في الشوط الثاني كنا أكثر صلابة ومرت الأمور كما خططنا لها أنا صراحة أنا يعني مش عارف إزاي إن مدير فني يطلع يقول إن إحنا بنحاول إن الخطة بتاعتنا كانت معتمدة إن إحنا نرهق لعيبة الخصم علشان يتعبوا وبعد كده إحنا نجهز عليهم في الشوط الثاني فأنا صراحة أنا شايف إن فيه حاجة خطأ في التصريح ده على أية حال هو تابع وقال ما بين الشوطين إحنا أنا شعرت بإن شادي حسين مهاجم نادي الأهلي مش قادر إن هو يستكمل المباراة عشان كده هو دفع به شريف واللي قدم مستوى جيد وكان بيتحرك بشكل جيد ما بين المدافعين وكمان كان هو مزود عليه أدوار دفاعية وشريف مفروض يعني لعب بالشكل اللي عايزه كولر وقال إن التدوير الغرض منه إراحة اللعيبة بسبب ضغط المباراة وده برضو أنا بشكل شخصي عندي كويس شامارك في الموضوع ده هو قال إن هو خايف على اللعيبة إنهم يتعرضوا للإصابة زي اللي حصل مع كريم فؤاد طيب إحنا لسه بنتكلم في الدوري الممتاز لكرة القدم المفروض أنه ما فيش لسه ضغط مباراة يعني إحنا عندنا الشهر اللي جاي كأس العالم للأندية وعندنا كمان البطولة الأفريقية فإحنا لغاية دلوقتي إحنا بنلعب في الدوري الممتاز لكرة القدم فضغط المباراة ده معرفش ممكن يقصد إيه من التصريح ده هو بيقول إنه هو مش عايز أو بيخايف على اللعيب ولذلك بيعمل لها عملية إيه التدوير بخلاف إننا بنعتمد على الضغط العالي هو بيعتمد على سطوب الضغط العالي زي ما تابعنا النهاردة وهو لا يستطيع الجزم بإمكانية تثبيت التشكيل من عدمه بيحتاج لمجهود مضاعف من اللعيبة ويقال على أستاذ القاهرة وبيفضل إنه هو يلعب على أستاذ القاهرة في مصر وأنه بيتمنى إنه يستمر فيه إنه يلعب على الأستاذ ده وطبعا زي ما تابعنا كلنا الكلام ما بين مارسل كولر وإدارة النادي الأهلي اللي بعدته إنه حتستمر النادي الأهلي حيستمر فيه اللعب على الأستاذ القاهرة وهو بيرغب إنه فيه اللعيبة تساعده إنه تقدم كرة أفضل في كل المباراة ده فيما لوصله بتصريحات مارسل كولر طيب خلينا بقى نشوف لبيرامدز عمل إيه ومدير الفني لبيرامدز في المؤتمر الصحفي تاكيس جونيوس بعد الخسارة من النادي الأهلي برضو أهم التصريحات الخاصة بتاكيس جونيوس قال إن الفريق الأفضل لا يفوز دائما وبيقول إن الأهداف التي تلقيناها غريبة الأول من تسديد على بعض 30 يارضة والتانية من ركنية والتالتة من هدف اللي هو بالنيران الصديقة فقط الكثير من النقاط يبدو أنه من يسألني متفوقا في الحساب هو كان بيجاوب أو بيرد على الناس اللي كانوا بتقولوا إن أنت الدوري قد يحسم بعد الجولة الحداشر هو بيقول طبعا إن ده أمر غير منطقي إن دوري يحسم بعد الجولة الحداشر دي كانت أبرز تصريحات تاكيس جونيوس المدير الفني لنادي بيرامدز طيب إحنا دلوقتي عندنا أقويل إرهاصات همهمات بتقول إن مسؤولي نادي بيرامدز بيدرسه بشكل جاد إقالة المدرب اليوناني تاكيس جونيوس بعد الخسارة اللي مونيا بها أمام الأهل البنية السلسية النظيفة ويقال إن في مسؤولين من بيرامدز قاموا فعلا بالاتصال بالبرتغالي باتشيكو مدرب الزمالك الأسبق علشان يتولى تدريب الفريق فريق بيرامدز المرحلة اللي جاية تاكيس جونيوس قبل مطش الأهلي نمى إلى علمه الأخبار دي حسب المصادر ولما اتكلم مع إدارة بيرامدز وقال لهم هو في إيه إدارة بيرامدز نفوا تلك الأخبار تماما جملة وتفصيلا عشان يحافظوا طبعا على تركيزه الأخبار صحيحة أو غير صحيحة هو ده يعني اللي هنعرفه فيه الأيام القليلة القادمة إن كان هو مكمل أو لا طيب ده فيما لوصله بيمطش الأهلي وبييرامدز ننتقل لأسوان والزمالك نشوف سريعا هايلايتز لأبرز لقطات الزمالك وأسوان اللي كسب فيها أسوان الزمالك 2-1 وخليه يفقد الصدارة صدارة الدولي لصالح منافسه التقليدي نادي الأهلي في الدقيقة الخمسة محمد عبدالغني بالخطأ في مرماه يحرز النادي الأسوان الهدف الأول زي ما تابعنا وزي ما شفنا من ركنية هدي ركنية الأولى على فكرة الجنين بتوع أسوان لسه كلنا من أولى هو من ركنيتين الركنية الأولى بالخطأ محمد عبدالغني بالخطأ في مرماه ركنية تانية ديلسون كاموني من أسوان وعايزين نتوقف كمان أمام كاموني جدا الراجل ده يا جماعة قصة نجاح حنتوقف برضو عن ده النهار ده في الحلقة آخر جون للزمالك كان بيحاول أن هو يرجع ولكن لم يستطح أن هو حتى على الآن يحقق التعايد الحسام عبدالمجيد مدافع الزمالك طيب خلونا نروح لتصريحات أيمن الرمادي مدير فني لأسوان بعد الفوز على الزمالك قال أننا لعبنا أمام فريق عملاق ومتصدر الدورة خلينا نتوقف برضو هنا عند تصريحات أيمن الرمادي كابتن أيمن تصريحات متوازنة جدا تصريحات فيها احترام كبير جدا للخصم هو بيقول أنه هو لعب قدام أحد أهم وأكثر الفرق يعني احتراما في الدوري المصري بيتكلم طبعا على أحد الفرق الكبرى مثل الزمالك هو بيقول أنه بيكون كل التقدير وكل الاحترام لهذه الأندية الزمالك أو الأهلي وبيقول أنه يجب أنه يتعامل معها وبشكل خاص بيقول على اللعبة بتاعته أنهما اجتهدوا بشكل كبير جدا وأنهما نجحوا في تحقيق الفوز في الشوت الأول والشوت الأول بالنسبة له كان ممتاز لكن التراجع في الشوت الثاني بيأتي علشان السفر المستمر وعايزين برضو نتوقف عند الموضوع ده شوية أنهو السفر المستمر حسف الشديد لكم أن تتخيلوا أن فريق أسوان عامل إنجاز مهم جدا عامل إنجاز مقارنة لو قارناه بالأداء أو بالموارد بتاعة نادي أسوان حنلاقيه عامل إنجاز كبير جدا الفريق محقق انتصارات كابتن أيمان الرمادي عامل شغل كبير جدا مع الفريق بالرغم أنه ما فيش إمكانيات مادية الراجل بيشتكي من السفر المستمر والأرهاق السفريق ما بيسافرش بالطيران أسوان في آخر الدنيا ما بيسافرش بالطيران عشان يعبر المطشط بتاعته بيسافر بالبر بيقول إنه في آخر عشرين يوم تقريبا إحنا سافرنا من القاهرة إلى أسوان خمس مرات إنتم تخيلين إحنا حنستعرض الأرقام بتاعة الكابتن أيمان مدير الفني لندي أسوان مع منتخب أو مع فريق أسوان من ساعة ما مسك من ساعة ما تولى المسئولية أرقام مبشرة جدا وأرقام أنا شخصيا بقوله شابو بارفع له القبعة على هذا الأداء بالرغم من إنه ما فيش إمكانيات كبيرة عند نادي أسوان إلا إنه هو بيحاول إنه هو يعمل أداء وبيعمل إنجاز ألا يا تحال خذونا نرجع مرة تانية لي تصريحات كابتن أيمن رمادي هو بيقول إنه دايما ما بقول إنه دوري الشخصي لا يتعضى عشرة في المية الباقي على اللعيبة لدينا فريق ممتاز نحن بنسعى إنه نتغلب على أزمة الإجهاد والإرهاق فريرة أتكلم بشكل محترم وشكل مهذب جدا على فريرة مدير فني لي نادي الزمالك قال إنه مدير فني مميز والجميع علي أن يتعلم منه ووجوده إضافة للدوري المصري أنا شخصيا بتتكلم طبعا نفسه دائما أتعلم منه تصرحات قمة في الاتزان قمة في الاحترام من مدرب واعد مدرب محترم أو إحنا ما نعرفش عنه حاجة هنا تقريبا في الدوري المصري كمدير فني وطبعا كان بيلعب قبل كده مع فريق أسوان ليه علشان كل استفيد بتاعه زي ما هنستعرضه دلوقتي هو يعني يستحق إن إحنا نلقي عليه الضوء كابتن أيمن الرمادي خلينا نستعرض معكم مسيرة كابتن أيمن رمادي مع نادي أسوان هو لعب ثمن ماتشاط من ساعة ما تولى المسئولية فاز في خمسة خسارة في ثلاثة سجل تلتاشر هدف ويستقبل أو استقبلت شباك فريق أسوان عشر أهداف دي مسيرة كابتن أيمن رمادي من ساعة ما مسك نادي أسوان وحنعرف دلوقتي كمان فريق أسوان هو في الترتيب الكام في المسابقة طيب دي مسيرة كابتن أيمن رمادي من ساعة ما مسك أسوان مسيرته ما قبل تولي فريق أسوان هو بدأ مسيرته التدربية في عام 2006 مع نادي خورفة كان الإماراتي زي ما قلنا إن كل السيفي بتاعه في الإمارات استمر معه لمدة موسم واحد فقط بعد كده انتقل إلى الظفرة الإماراتي برضو لموسم وحيد قبل ما ينتقل إلى نادي دبي الإماراتي لمدة موسمين بعد كده هو مستمر مع الإمارات تولى تدريب الشرق لمدة موسم وبعد كده انتقل إلى كلباء الإماراتي أبرز محطات الكابتن أيمن الرمادي كانت مع نادي عجمان في الفترة من 2016 لـ 2021 نادي عجمان كان ساعتها في الدوري القسم الثاني هو خده من 2016 أو مسكو من تولى تدريبه من 2016 لـ 2021 انتقل بيهم إلى الدوري الممتاز حقق معهم نتائج ولا أروع في الدوري الممتاز الإماراتي الموسم قبل الماضي كان تولى تدريب نادي الإماراتي الإماراتي واستمر معهم لمدة موسم واحد قبل ما ينتقل إلى أسوان مسيرة مهمة للكابتن أيمن رمادي هو بيحاول إن هو يعمل حاجة مهمة في الدوري المصري أنا بحاول إن أنا يعني أحيي وأشكره أحيي الأول على المباراة اللي إحنا شفناها والأداء اللي إحنا شفناها وعلى فكرة كان في حوار دار ما بين أيمن رمادي مدير الفني لنادي أسوان ومدير الفني لنادي الزمالك المدير الفني لنادي الزمالك كان بتكلم بيقوله إن يريد تلعب كل الماتشاط معنا زي ما أو مع كل الفرق مع الأهلي ومع كل الفرق الأخرى زي ما لعبتها أو بنفس الأداء اللي إحنا شفناه النهاردة في ماتش أسوان و الزمالك أنا لايه هنا بس وقفة أنا لو أنا بشجع الأهلي أو لمن جمهور الزمالك أنا كأهلاوي أو كزمالكاوي يهمني جدا إنه كل فرق الدوري تبقى فرق قوية تبقى فيها اللعيبة رجالة يبقى الأداء بتاعهم كويس يبقى النتائج بتاعتهم كويس ليه علشان أنا لو أنا من جمهور الأهلي فأنا halı الفريق بتاعنادي الأهلي دايما مضغوط دايما حاسس بالخطر لو أنا من جمهور الزمالك دايما هشوف إن الزمالك فيه خطر فدايما هشوف إن لازم إن اللعيبة بتاعت بتاعت فريقي مضغوطة فحدطلع أكتر حاجة عندها فأنا يهمني أنا لو أنا أهلاوي أو أنا زمالكاوي أشوف كل الفرق بتلعب كويس وكل الفرق عندها يعني روح الفوز في المباراة طيب خلونا برضو نشوف المان أوف دي ماتش في ماتش أسوان والزمالك وده برضو إحنا عندنا هنا وقفة سريعة كده ديلسون كاموني خلونا نستعرض سريعا من هو ديلسون كاموني الرجل المباراة من أوف دي ماتش هو موليد سبعة وتسعين خمسة وعشرين سنة دلوقتي بيلعب في أكثر من جناح خط الهجوم طبعا رأس الحربة هو المركز الرئيسي بتاعه بيلعب كمان على الوينجر أجناح انتقل لأسفوف أسوان في صفقة انتقال حر أجين تاني في صفقة انتقال حر نادي أسوان لم يتكلف في هذا اللاعب فلوس بعد هنا يتعقده طبعا مع الفريق الأنجولي طيب هو رابع حدافي الدولي الأنجولي في موسم واحد وعشرين اتنين وعشرين وعقده مع نادي أسوان لمدة موسمين حتى نهاية الموسم القادم اربعة وعشرين طيب احنا عايزين نتكلم برضو شوية هنا على نادي أسوان وعلى الطريقة اللي هو بيتعاقد بيها مع اللاعبة نادي أسوان تقريبا 90% من اللاعبة اللي هو استقدمهم هم صفقات انتقال حر الخزينة نادي أسوان لم تتكلف أعباء مادية كبيرة في التعاقد مع هؤلاء اللاعب اللي زي ما قلنا مفيش تقريبا موارد مادية كبيرة في نادي أسوان لذلك احنا بنرفع لهم القبعة عايز ارجع بس تاني لكابتن ايمان رمادي انا هنا كنت بوجه له التحية والتقدير مش علشان فقط الاداء بتاعه لكن كمان علشان هو لغاية آخر دقيقة اللاعبة عندها استقتال كبير جدا على الكورة وكمان مفيش عندهم ادعاءات اصابة كتير ما بنلاقيش اللاعبة بتاعتنا دي أسوان زيها زي مثلا فرق اخرى لما بتلعب قدام الاهلي او قدام الزمالك ويكونوا فايزين او متعدلين من اول الشوط التاني وهم كلهم في الارض كلهم استقتلين في الارض ده مش منجود ما شوفناهوش النهاردة مع نادي أسوان خذونا نرجع تاني لارقام ديلسون مع نادي أسوان هو لعب 11 مباراة دقائق اللعب اللعبها 290 مجملها سجل 3 اهداف وصنع هدف يعني احنا بتكلم تقريبا في 4 اهداف وهو طبعا وعلى فكرة هو كمان ديلسون ما كانش اساسي من اول موسم فمعدل التهديف بتاعه كان كويس كنا طبعا بنشوف يبون هو اللي كان الاسترايكر الصريح في نادي أسوان ده فيما له وصلة بنادي أسوان والمدير الفني بتاعه والمهاجم الابرز اللي خاد النهاردة من اف داماتش خلينا نروح بها ليه حالة من الغضب حالة من يعني مش هنقول الغلايان داخل نادي الزمالك داخل افراد الجهاز الفني ليه نادي الزمالك بسبب تغيير المدير الفني فريرة للتشكيل في اللحظات الاخيرة قبل المباراة ليه فريرة في المحاضرة ليلة المباراة بلغ الجميع ان يوسف اسامة نبيه هو اللي حيكون اساسي بعد كده كان فيه مفاجأة انه هو غير التشكيل ويحط او بدل يوسف اسامة نبيه بشكبالة وخليه اساسي وخليه هو اللي يبدأ المباراة احنا لسا مكملين في اخبار نادي الزمالك بعيد الهزيمة من نادي اسوان رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور بيدرس مع المشرف العام على الكورة امير مرتضى ان هو يعد يعمل عقد جلسة مع المدير الفني البرتغالي فريرة عشان يناقش اسباب تراجع مستوى الزمالك في الفترة الماضية خاصة بعد الخسارة امام اسوان ولا كان فيه برضو ملاحظة ان اداء مش بس اداء الزمالك اداء معظم الفرق اللي هي كانت فيه المقدمة اهتزت بشكل او باخر بعد ما رجعنا من كأس العالم ليه ما نعرفش على ايات حال احنا لسا مستمرين في اخبار نادي الزمالك يوسف اوباما وكنا اتكلمنا مبارح عن الميركاتو الشتو في النادي الاهلي واتكلمنا عن الميركاتو الشتو في نادي الزمالك واتكلمنا عن ابرز اللعيبة اللي هي تقريبا قابق اوسين او ادنا ان هي ترحل عن نادي الزمالك يوسف اوباما بيستعد للرحيل وبشكل رسمي عن صفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بعد المستوى يعني المخيب اللي ظهر به مع الفريق منذ بداية الموسم كمان سيف الدين الجزيري بدأ في ان هو يجهز العروض الخارجية عشان يرحل عن الزمالك في فترة الانتقالات الشتوية طيب ده فيما لوصله بيه الزمالك واسوان خلونا نروح نستعرض سريعا بقى كده نتائج المباريات الاخرى الدخلية ويه المصري زي ما حنتابع المصري واحد صفر طبعا للفريق البور سعيدي بهدف لمروان حمدي في الدقيقة تمانية وثلاثين على فكرة مروان حمدي خد النهاردة مان اوذا ماتش رجل المباراة وده تاني مرة ياخد فيها مان اوذا ماتش في الدوري في النسخة الحالية من الدوري الممتاز لكرة القدم طيب نروح للماتش اللي بعديه الاتحاد وامبي النهاردة اامبي بيستطيع ان هو يعمل تعطيل شوية لأداء فريق الاتحاد في الموسم ده في الدوري الممتاز بيفوز عليه اتنين واحد محمد امين اوفا لي امبي بيسجل الهدف الاول اتنين في الدقيقة التانية والتلاتين وبيضيف رفيق قبو لي امبي في الدقيقة سبعة وستين الهدف التاني للفريق البترولي الاتحاد حاول ان هو يستفيق في اخر المباراة في الدقيقة تمانية وخمسين تحديدا بابلولو بيحاول او بيسجل فعلا الهدف الاول للاتحاد على فكرة عايز اقول لكم حاجة ان الاتحاد كان بيتزيل تقريبا الجدول الترتيب الاتحاد ابتدى يستفيق الاتحاد عامل نتائج ولا اروع فانا اتمنى ان الفرق دي ان فريق الاتحاد هنتكلم بالتفصيل فريق زي الاتحاد اسوان فريق المصري عاملين اداء كويس احنا يعني بنطمح ان ما يكونش فيه اي اهتزاز في الاداء بتاعهم زي ما قلنا احنا نطمح ان كل الفرق تحاول ان هي تدي اقصى ما عندها خلونا نستعرض حالا جدول ترتيب الدوري المصري بانتهاء او هو طبعا مش يعني فيه الجولة الحداشر لغاية دلوقتي طبعا فيه ماتشاة بكرة في الدوري فيه او فيه المرحلة الحداشر ايه الاهلي الاول لعب حداشر مباراة عنده سبع وعشرين نقطة الزمالك اربعة وعشرين نقطة جمعهم من حداشر مباراة التالت فيوتشر لعب عشر مباراة فقط عنده اتنين وعشرين نقطة يعني لو فيوتشر كسب الماتش اللي جاي بتاعه ممكن يتخطى الزمالك ويبقى فيه المركز الثاني فيه المركز الرابع بعد ما لعب حداشر مباراة احنا هنا بنشوف الاتحاد السكندري الاتحاد السكندري فيه فيه المركز السادس الغزل المحلة فيه المركز الخامس اصلا Blind فيه مركز السابع غزل المحلة والاتحاد السكندري السنة اللي فاتت كانوا تقريبا بيصارعوا على الهبوط أداء كويس جدا حتى الآن في الدوري بعد انقضاء 11 أسبوع من الدوري الممتاز لكرة القدم أداء كويس أنا أتمنى أن الاثنين غزل المحلة والاتحاد السكندري وكمان فريق أسوان يستمروا في حالة الاستفاقة اللي هم فيها طيب ده فيما لوصله به الدوري المصري الجولة 11 ويعني شفنا النهاردة طبعا أداء كبير جدا من أسوان زي ما تكلمنا شفنا النهاردة رحنا طبعا وشفنا الأهلي عمل أداء جامد جدا وثلاثة أهداف مش حاجة قليل على أي تحال خلينا نكمل ترتيب الفرق في المركز 11 طلاقع الجيش لعب 10 متشاط وي له من النقاط 12 نقطة مبي 11 مباراة وي له من النقاط 10 نقاط البنك الأهلي في المركز 13 سموحة في المركز 14 فاركو في المركز 15 طبعا عندنا ترقع الجيش وعندنا البنك الأهلي وعندنا سموحة وعندنا فاركو كلهم لعب طبعا عشر مباراة في عندنا مباراة كتيرة جدا بكرة إن شاء الله هنستعرضها الداخلية النهاردة 11 مباراة حرس الحدود لعب 10 مباراة في مركز 17 وأخيرا وللأسف الشديد الإسماعيلي في المركز 18 لعب 10 مباراة فاز في مباراة واحدة فقط أتمنى إن كابتن ميدو يعني يكون لي تأثير لي ويعمل استفاقة في أداء نادي الإسماعيلي على أي حال عايزين نتكلم مع دكتور أو الأستاذ كابتن محمد إسماعيل هو دكتور إن شاء الله يعني كابتن محمد إسماعيل مدير الكرة في نادي إمبي يا دكتور يا صباح الفل صباح الجمال إزاي يا سيد رجاء عملي أخبرك أنا زي الفل الحمد لله أكلمنا بقى شوية عن أداء فريق إمبي النهاردة والله الحمد لله سيد رجاء النهاردة الولاد كانوا فعلا على قد النصرية كابتن طلعت عمل حالة بردو كويسة جدا في الحية يعني فريق الاتحاد فرقة محترمة جدا وفرقة تقيلة جدا الحمد لله إحنا كنا جايين ويعني المغاراة كان صعبة جدا ترتيبنا إحنا كان طبعا مش الترتيب اللائب بإمبي طبعا بس الحمد لله الإسرار والعزيمة وتوجهات برضو صراحة كابتن طلعت للولاد كابتن طلعت هو المطش التاني لي في تدريب كمدير فن لي إمبي عايز أعرف أبرز التعليمات للفريق النهاردة قبل ما يواجه الاتحاد السكنداري والتحاد السكنداري كان عامل يعني أداء كويس في الدولة الممتازة كرة قادمة والله أبرز توجهاته هو الاتزام بالخطة الموضوع ما كابتن طلعت تعرف كابتن طلعت بيبقى لي نظام معين وترتيبات معينة تاكتك معين لازم بيخلي اللعبة كلهم بيأدوه على نفس اللي هو بطبع وصف هو كان مركز والحيث في جدا أنه هو التعليمات التاكتكية اللي هي خاصة أما بيلعب كومباكت بيخلي نساحة دائعة جدا للفرق الخصنة بيخلهم مش يتحركوا فالولاد بصراحة نتفذوا كويس قوي ويدي كانت أهم حاجة وخليتنا أن نحن نلعب على في البداية على هجمات المفتدة ترنا أن نحن نحق منها حدثين يعني كنا ممكن نجيب تاني بس الحمد لله يعني بس بصراحة الولاد النهاردة الالتزام اللي التزاموا بالتعليمات بتاع الكاتب تلعب قدوا مبرهة رائعة كان فيه التزام الرهيز كان فيه تساني وروح جديدة في الفرقة ده اللي خلانا إن شاء الله ناخد الثلاثة بمس يعني لأنه عندنا المدشي اللي جاء سيد رجائب مدشي صعب جدا انت بعد اللعب بالنادي الأهلي يوم الخميس فالمدشي ده كان بالنسبة لنا مهم جدا أن نحن نخش مدشي الأهلي وإحنا يعني رحنا المعنوية مرتفعة شوائيا طيب إحنا بكنا نتكلم على المركات والشتوي كنا عايزين نعرف هل فيه يعني ابتدتوا تتواصلوا مع لعيبة هل فيه طلبات من كابتن طلعت إن هو فبعض المراكز يعمل لها تدعيم في المركات والشتوي ابتدتوا تتواصلوا مع لعيبة بالحقيقة فيه طبعا هو أكيد بس إحنا فيه قعدة بينه ومن كابتن طلعت بكرة إن شاء الله عندنا تمرين بكرة إحنا يا دوباك إحنا لسه داخلين القاهرة حالا أحب دلالله بقعين من إسكندرية وعندنا زمي أقول لحضرات يوم الخميس فبكرة إن شاء الله عندنا تمرين بعد التمرين فيها بس فيه شوية حالات كده كتن طلعت أكيد يعني وابتدين إحنا نعمل تواصل من بعيد كده بس ربنا يتم إن شاء الله أكيد هدو أسنين صفقة أو أتنين يعني أنا حاسس إن على حالك عايز تخصينا بأي حصرية أنا حاسس كده لا والله لسه يعني برضو ما فيش بس إن شاء الله هيبع فيه يعني ممكن تفقى أو أتنين كده كل التوفيق كل التوفيق كابتن محمد إسماعيل مدير الكرة بينادي أبي أشكرك شكرا جزيلا علي يا تحال خلونا دلوقتي بقى نروح للبريمير ليج وللأسف الشديد عشاق ومحب وليفر بول في كل مكان يفجأ بخسارة ثلاثة واحد خسارة كبيرة جدا أمام فريق برينتفورد في الدوري الإنجليزي الترتيب الأهداف أو الأهداف كانت كالتالي في الدقيقة 19 إبراهيمة كونع تيب الخطأ في مرما في الدقيقة 42 نيواني ويسا من برينتفورد بيسجل هدف الثاني في الدقيقة الخمسين أكسلد تشامبلين من ليفر بول بيسجل هدف ليفر بول الوحيد في الدقيقة 84 برينتفورد بيسجل الهدف الثالث لبريينتفورد وأنا عايز هنا برضو أتوقف قدام حاجة أن يورجين كلاب المدير الفني لفريق ليفر بول عنده عقد أو عنده مشكلة قبلته في الفرقتين اللي دربهم قبل كده في البوندزليجا في الدوري الألماني في الموسم السابع دائما ما يخفق في الموسم ده تحديدا لما شفناه بيدرب مينز في الدوري الألماني في الموسم السابع نزل بيهم لدوري درجة تانية ونفس الشيء في الموسم السابع في الفريق التاني اللي دربه كان حصل برضو نفس الشيء ما نزلش بيهم طبعا لدوري الدرجة التانية بس الأداء بتاعه كان مخيب جدا للأمال للأمال اضطر ان هو طبعا ادارة الفريق ان هي يعني تمشي او تخليه يرحل عن الفريق احنا برضو معانا هنا في ليفر بول هو الموسم رقم سبعة لعنت الموسم رقم سبعة على يورجان كلوب طيب من البريمير ليج خلونا نروح لأخبار النجم كريستيانو رونالدو اللي وصل النهاردة للرياض خلال الدقائق القليلة الماضية من شوية وصل ليه الرياض وبيستعد طبعا لي ان هو ينضم ليه النصر السعودي النصر السعودي زي ما اتكلمنا وقلنا انبارح ان هو حيقدم اللاعبه الجديد النجم الدون كريستيانو رونالدو للجماهير ساعة ستة بكرة ان شاء الله مساء الثلاثاء بتوقيت القاهرة ساعة ستة بتوقيت القاهرة ساعة سبعة بتوقيت المملكة العربية السعودية على ملعب مرسول بارك اكيد طبعا اكيد شفنا قد ايه الاقبال من الجماهير على هذا الحدث الهام نفاذ التذاكر طبعا مخصصة للجماهير بالكامل سواء جماهير النصر او جماهير الهلال او جماهير كل المملكة العربية السعودية حدث مهم جدا في في السعودية في الوطن العربي بشكل عام نجم بحجم كريسيانو رونالدو يلعب فيه فريق سعودي في نادي النصر السعودي حدث جلل طيب خلونا نستعرف بقى سريعا مباراة بكرة ان شاء الله احنا لسه في الجولة ال 11 من مباراة او من الدوري الممتاز لكرة القدم بكرة ان شاء الله غزل المحل والاتحاد السكندري الساعة 3 اللا ربع العصر المقاولون حيلتقي حرس الحدود الساعة 5 فيوتشر وسموحة الساعة 7 الاسماعيلي والبنك الاهلي الساعة 7 8 الاسماعيلي يعني يعمل اداء يحاول يعمل استفاقة في المباراة بتاعة الدوري خلينا من الدوري المصري للدوري الانجليزي في الجولة 19 بكرة ان شاء الله ارسنال ونيو كاسل الساعة 10 اللا ربع ومانشستر يونيتد وبونماث في تمام الساعة العاشرة طيب خلونا نروح لفاصل ونرجع عليكم مع المحل الرياضي محمود الشاكر كلام فني بقى بالارقام عندنا تحليل لمباراة الاهلي النهاردة مع بيراملز عندنا كمان تحليل لمباراة الزمالك مع اسوان في الدوري النهاردة خلونا نروح فاصل يا صباح الفل رجعنا لكم مرة تانية انا شخصيا بحب الارقام وبحب التحليلات وبحب اللي يتكلم بالارقام ولغة الارقام ولغة التحليلات عندنا طبعا المحل الرياضي شهير محمود شاكر يا صباح الفل سنة سعيدة يا رب عليك وعلى كل حبيبة حبيبي يا رجائي كل سوا انت طيب وكل المشاهدين بخير واكيد سعيدنا تكون اول مرة موجود معك الله يخليك طيب احنا عايزين نستعرض طبعا في مطشين كبار تؤال النهاردة الاهلي مع بيرامنز وي الزمالك مع أسوان تحب تبدأ بيمين فيهم تبتدي بالمطش اللي تلعب الأول الزمالك وأسوان يلا بيم شفنا نهاردة طبعا مباراة نادي الزمالك المباراة الأولى بعد ما نادي الزمالك خلاص قدر يحصل على صدارة الدوري بعد تعادل للنادي الاهلي المباراة اللي فاتت خلاص الزمالك بقى فرق الأهداف ولكن سريعا ما بيخسر تاني الصدارة بسبب خسارة النهاردة اللي كانت مفاجأة لناس كتيرة جدا ولكن كان لها ظروف مختلفة بشكل كبير ويمكن أهمها توقيت المباراة كان جديد على نادي الزمالك نادي الزمالك لسه لها تقريبا المباراة من أربعة يام وظروف الصفر بتاعة أسوان ولكن طبعا ده ما كانش مبرر دي حاجة حاجة تانية فريرة وعدم سباة التشكيل وعدم سباة طريقة اللعب وبرضو مفاجأة النهاردة في التشكيل الرجل بقى له مباراتين مغير طريقة اللعب بدأ بعد ما كان بيلعب تلاتة مساكين وورا تلاتة خمسة اتنين أو تلاتة اربعة تلاتة أيا كان مشتقطها ولكن النهاردة المباراة التانية على التوالي بعد مباراة الإسماعيل اللي يقدر يكسب فيها تلاتة واحد إنه يقدر يرجع يلعب بطريقته اللي هي أربعة تلاتة تلاتة بحيث إنه عودة دونجا بالنسبة له ومن الإصابة ودونجا كانش يستشارك مع الزمالك كان بحيث إنه دونجا يقدر يقوم بدور اللعيب رقم 8 مع إمام عشور عشان يبقى فيه حرية كبيرة الإمام عشور يتحرك دايما بيزيد دايما يحاول يميل مع الوينج الرايت أو الوينج ليفت وبرضو إمام عشور بحيث إنه لو فيه كور تانية بتنزل إمام عشور متميز بالتزديدات بشكل كبير وإمام عشور زي ما تكلمنا قلنا إنه أهم واحد ومحرك رئيسي لنادي الزمالك ولكن عندي إمام عشور إيه رأيك فيه أداء إمام عشور النهاردة إمام عشور النهاردة لنادي الزمالك كله ما كانش كويس كان فيه مشاكل كبيرة جدا في المساحات خلت لعيبة كتيرة تاخد قرارات فردية فقرارات فردية دي بالتالي مع شجاعة لعيبة أسوان ومع الضغط العالي اللي كان بلعبه في وقات معينة كابتل أيمن مدرب أسوان ده خلى فيه فردية كتير فبالتالي فيه ميس باس كتير فبالتالي فيه كور كتيرة بتتشتت وده أكيد هنشوفه بالحالات ولكن زي ما بقولك طريقة اللعبة 4-3-3 هو حاول لعبها ولكن النهاردة كان فيه مشكلة في الخطوط بتاعة نادي الزمالك كانت كلها بعيدة عن بعض زائد أن أسوان فاجئ نادي الزمالك بالأسلوب اللي هو بلعبه وبلعب على طول على الكورة العالية بحيث أن الكورة التانية اللي بتمزل نادي أسوان يقدر يستحوز عليها وحاجة تانية ما بيكانوش بيخلوا نادي الزمالك يقدر يعمل البلد أب أو يقدر يمسك الكورة من تحت ويطلع من تحت بالكورة فكانوا بيدغطوا ضغط كبير جدا وده برضو اللي هنشوفه بالحالات ولكن برضو من النقطة المهمة جدا واللعاوزين نتكلم عليها وهو الأخطاء المتكررة ما ينفعش ما ينفعش نادي بحجم الزمالك يدخل فيه ثلاث أهداف من كور سبتة بنفس الطريقة في مباراتين واربعات يمكن لو نشوف تتكلم على ركنيات بالضبط تتكلم على الكور سبتة أو ركنيات بمعنى الصح والكور اللي تتلعب دايما على الزوى القريبة في شوف في ديئة كان في ديئة التالتة بالضبط صالح جمعة بيعمل أوفر على القريبة وبيقدر النادي الإسماعيلي بيحرز هدف من خطأ في التمركز كالعادة خصوصا على الزاوية القريبة بنشوف أن لعيبة نادي الزمالك ما بتبقاش شرسة أوي في أنهما يطاعوا على الزاوية القريبة ببص هنا بص الكورة بتتلعب على الزاوية القريبة برغم التكاثر والزيادة العددية للعيبة نادي الزمالك ولكن برضو الكورة بتتلعب وخطأ مباشر في أول ثلاث دقائق في المباراة كان هيصعب المباراة على نادي الزمالك في مباراة الإسماعيلي المباراة اللي فاتت ولكن نادي الزمالك قدر يحرز الهدف بعد أربع دقائق من خطأ فيه دفاع نادي الإسماعيلي فقدر نادي الزمالك يرجع لمباراة بسرقة النهاردة اللي حصل العكس نادي الزمالك في التمركز. ولكن هنا الموضوع على القريبة أكتر من مباراة الإسماعيل. مباراة الإسماعيل كانت قريبة في النص شوية من نص جون. ولكن هنا كانت على القريبة. ونيجي لما نشوف العادة بتاعت الهدف نشوف الخطأ في التمركز من لعيبة نادي الزمالك. خصوصا الرجل اللي مغطي على القريبة. لأنه ما ينفعش الفيرود بتاع يعني نبص هنا. بص عندك فيه كامل لعيب لنادي الزمالك. عندك تاني في نفس التوقيت وفي نفس بداية المباراة. وبعد إحراز أسوان الهدف ده. نادي الزمالك ما قادرش يرجع المباراة بسرعة. وده اللي صعب المباراة بعكس مباراة الإسماعيلي. لو نشوف الجون التاني برضو بتاع نادي أسوان من الناحية التانية. ركنية كانت تانية من الناحية تانية. بص هنا. راجل مفروض. يعني طبعا يعني مفروض هنا ده زيادة سيف الجزيري. مفروض ان هو يسبق الراجل ان الكرة أصعب بشكل كبير. ولكن لعيب أسوان تدخل فيها وقدى إلى الخطأ بتاع محمد عبدالغاني. ان الكرة تغبط فيه وتحرز الهدف الأول لأسوان. نفس الكلام برضو. الهدف التاني لأسوان من كور سابتة. وزي ما بقولك شايف. برضو خطأ في الكرة القريبة. مفيش حد بيطلع يعمل التاكوف من العرضة القريبة. ودي كان خطأ كبير جدا جدا من نادي الزمالك. فمش معقولة. نادي بحجم نادي الزمالك بيلعب في أفريقيا. ضغط بتاع مباريات دي كلها. ان في مباراتين فقط بيدخل فيه ثلاث أهداف من كور سابتة. وكلهم أخطاء في التمركز وفي التشتيت من نادي الزمالك. فده كان خطأ من الأخطاء النهاردة اللي شفناها من نادي الزمالك في الكور السابتة. لو نيجي بقى نتكلم نشوف نادي أسوان. ما بدأ انا يعني احييك على الحبيب. او الله يشغل محترم وانا احييك عليه يعني. الله يخذلك. ده غلطة مين? غلطة مدير الفني. غلطة مدير الفني وغلطة لعبين. والله هي تواهي من اللعيبة. غلطة مدير الفني وغلطة لعبين. اكيد سيت محللين الأداء. واكيد فريرة شاف الناس دي بتلعب ازاي. والضربات السابتة بتاعتهم. ولكن زي ما قلت لك في الكورة الهدف الأولاني. سيف الجزيري مفروض يبقى رتمه أسرع من كده. مفروض يبقى اجريسيف أكتر من كده عزيزي الرهيبة ويسبقها. ولكن الراجل بتاع رغم انه وضعه التشريحي. راجل اللعيب أسوان مقدرش ان هو يلحقها. ولكن تدخل فيها وقدى الى الخطأ. محمد عبدالغاني تلغبط وتخش فيه جون. عاوزين بقى نتكلمك على النهاردة. أسوان ليه يا رجائي يعني خلى نادي الزمالك مش 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 قادر يطلع بالكورة ولا قادر يضغط. ليه النهاردة شكل الزمالك كان وحش ده بسبب طريقة لعب أسوان وطريقة الضغط الرهيبة اللي كان بيمارسها أسوان على نادي الزمالك خصوصا في الطلوع بالكورة. نشوف هنا ده في الشوت الأولاني نشوف هنا النادي الزمالك بيحاول يطلع بالكورة. بص على لعيبة أسوان والتمركزات بتاعتهم. كل واحد هنا ماسك يعني او بغلط على طول كرة تروح لأسوان. مش عارفين يطلعوا بالكورة. مش عارفين يطلعوا بالكورة من تحت ده. معيش اقف لحظة واحدة بس. اقف لحظة. اقف لحظة. بص هنا على كل لعيب من نادي أسوان هتلاقي بي. يعني انت هتلاقي محمد ناجي جده ضاغط. وهتلاقي طبعا ديلسون نجم المباراة النهاردة ضاغط. وهنلاقي برضو أحمد بالحاج اللعيب المغربي برضو من نجوم المباراة ضاغط. بحيس ان النادي الزمالك مقدرش يطلع بالكورة. نكمل الكورة. فاشوف ضغط رهيب جدا بشكل كبير على نادي الزمالك. فالراجل بيتطر ان هو يشتت الكورة. عشان الكورة تطلع وتوصل ليه نادي أسوان. نشوف برضو الحالة اللي بعدها. ونشوف قوة نادي أسوان في الضغط العالي. هنا برضو نفس الكلام. هنا نادي أسوان بلعب كورة. كورة بتروح ليه. هتتقطع من نادي الزمالك. عاوزك تشوف الضغط العالي الرغيب اللي هيمرسه أسوان عشان يقدر ياخدوا الكورة مرة تانية. زي ما انت شايف. وهنا اقف لحظة واحدة. اقف لحظة واحدة معلش. هنا بقى نشوف. كان فيه خطأ كبير جدا نادي الزمالك. وهو عدم مسندة الأجنحة. خصوصا شيكابالا اللي كان عليه علامة استفاهم كبيرة لان هو يبتدي المباركة. لانا عارفين ان ميزة شيكابالا دلوقتي بينزل في آخر تلت ساعة أو نص ساعة أو الشوت تاني. بيقى راجل عنده من الخبرة كافية ان هو يقدر يتفرج على المطش. يشوف المشاكل فيه. يقدر يقرى المباركة بشكل كويس يقدر ينزل يعمل لك الفارق فريش راجل يقدر دريبلر يعدي ويعمل بلسنج ويعمل حاجات كتيرة جدا ولكن النهاردة انت حرقت شيكابالا من اول مباراة الرتم البدني بيبقى عالي جدا 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 فده اثر على شيكابالا. فنشوف بس ان الكرة هنا لما النادي اسوان خد الكرة نكمل بالكرة مع وقت. هتشوف ان الراجل بتاع النادي الزمالك حمزة المسلوسي لوحده خالص والشيكابالا مش موجود اصلا في الجدر علشان خاطر الكرة برضو تتلاقب وكانت خطر الاسوان ولكن برضو بتترد من نادي الزمالك وعاوز اقولك برضو بشوف ضغط عكسي تاني بيسترجعوا الكرة ايه هو الضغط العكسي زي ما قلنا قبل كده والسواني قالش منه الضغط العكسي هو استرجاع الكرة في مناطق الخصم في اقل عدد من السواني. هنا برضو نادي الزمالك عاوز يعمل البلد اوب من تحت عاوز يبتدي الكرة من تحت. للاسف يعني مش هيقدروا يعملوا الكلام ده كله. فهنشوف اضطر انت تلاقيه خلاص بيطلع الكرة. انا مش هلعب مش هبتدي الكرة من تحت. فهتلاقي عواد بيلعب الكرة عالية على طول علشان مش قادرين يمرسوا البلد اوب او يدين يمرسوا بناء الكرة آآ من تحت. فالكرة بتتلاقب عالية وطبعا بتأكيد بتبقى سهلة على. هنا نفس الكلام برضو. زمال زمالك مع الكرة. بنشوف برضو ضغط اسوان. ضغط هيبقى رهيب بشكل كبير جدا. اهو قطعت الكرة. زيادة عددية لنادي اسوان. ممكن يعمل كونتر اتاك. ولكن نادي اسوان كان بيحب يهدي كرة. نفس الكرة هنا برضو. كرة هنا عند الخط. بص الضغط بتاع العيبة اسوان قطعت. ولكن ضغط رهيب لحد ما يقدروا ياخدوا الكرة. شوف الراجل اللي الضغط عليه فابطر ان هو يطلع الكرة بطريقة غلط وتتشتت وتروح لنادي اسوان عشان تبقى هجمة مرتدة. اعتقد الكرة دي لا مش دي اللي بتاعك. بس وهنا تي كانت من احدى. اه دي الكرة بتاعت دي كرة كانت من الكرة خطرة جدا. ضغط على الزمالك ضغط عالي. شيكبالا ما بيرجعش. الباك ظهره مكشوف. فبالتالي اوصان بدأ الروح ويعمل الوفر. وانا كنت جايب لك اللقطة اللي قبلها عشان اوريك ان دور شيكبالا في عدم الرجوع. خلى ان ممكن يكون بفيز زيادة عددية على الباك رايت بتاع نادي الزمالك. فبالتالي كانت هجمة خطرة جدا. ونادي الزمالك كان محظوص في شوط الاولاني ان هو ما خسرش فعلا تلاتة اربعة آآ كرتين في العرضة. والنادي اسوان كان افضل بشكل كبير جدا. نشوف الكرة اللي بعدها. برضو نفس الكلام هنا حاول نادي الزمالك ان هو يحاول يطلع بكرة ولكن ضغط عالي برضو من نادي اسوان طول المباراة فضل السجال ده ما بين نادي الزمالك ونادي اسوان. ونادي الزمالك مش قادر يطلع بكرة فعشان كلا الناس كتير بتصغرب والزمالك ليه ملعبش كرة في الشوت الاولاني لو نبص برضو على الحالات اللي بعدها ونشوف طريقة الكور العالية اللي كان بيلعب بيها نادي اسوان بشكل عام برضو النهاردة نادي الزمالك مكانش ليه فرص خطيرة على اسوان شفنا كورتين في العرضة من قبل اسوان وشفنا كرة في العرضة من قبل الزمالك بشكل عام الزمالك مكانش ليه أصل النهاردة كور خطيرة يتقال ان هي ما بين التلات خشبات لاحي ده بسبب ضغط اسوان العالي اللي كان مخليهم مش قادرين يبنوا الكورة من تحت زائد التكتل والتركيز الكبير جدا جدا من ناحية اسوان في الشوت التاني خصوصا لما النادي اسوان ما بقاش يضغط قوي بشكل كبير ورجع الشوت التاني في مناطقه كانوا موقفين بشكل كويس جدا برغم النادي الزمالك كان قريب ان هو يحرز عدده عن طريق حسام عبد المجيد في كورة كانت قريبة جدا نفس كورة النسخة من الهدف اللي احرازه نادي الزمالك من الروكنية عاوزين نتكلم على اسلوب الكورة العالية اللي كان بيعمله اسوان اسوان زي ما انت تشوف هنا ادي نادي اسوان بيلعب الكورة العالية نادي اسوان ما كانش بحضر من تحت خالص فدايما الساكن بول وهي الكورة التانية اللي بتوع ومعليش نقف بس عشان نشرح الطريقة اللي كان بيلعب بيها نادي اسوان عارف كويس جدا نادي اسوان عارف كويس جدا نادي اسوان عارف كويس جدا ويبقى عندك مشكلة. فنادي أسوان عمل حاجة تانية خالص. هو سابع الاستحواس لنادي الزمالك. بس بيضغط عليه قدام. وحاجة تانية أنه بدأ يلعب الكرة العالية وبيلعب على الساكند بول. أول ما الكرة تتلعب الكرة التانية اللي بتنزل على طول. نادي أسوان استغل عامل الأرض وعمل الجمهور والعمل البدني. وكان فيه روح كبيرة جدا 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 من لعيبة نادي أسوان. فكل الكرة السنائية اللي كانت ما بين نادي الزمالك وما بين نادي أسوان. كانت أغلبها لمصلحة لعيبة نادي أسوان وده اللي رهن عليه الشوط الأولاني مدرب نادي أسوان. نادي أسوان مدير فن نادي أسوان كابتن أيمن كان بيتكلم على أن فيه إجهاد على اللعيبة. أنا عايز أنا معرفش إجهاد إزاي في ديئة تقريبا الخمسة من الأكستر تايم الوقت المحتسب بدر ضائع. احنا بنشوف أسوان بيهاجم فريق نادي الزمالك. لأن الشوط التاني يتقلب كله أن نادي الزمالك كله بيجري وراء كرة عشان نادي الزمالك يتعادل. فده رايح إلى حد ما نادي أسوان. ولو أن أنا كنت شايف نادي أسوان مع الوقت المجهود البدني هيقل بشكل كبير. ولكن فضلوا مكملين لحد الآخر وفضلوا بيهجموا لحد الآخر وكانوا قريبين جدا أن هم يحريزوا هدف تاني. زي ما أقول لك ده كرة تانية برضو تلعبت عليها. أول تانية تنزل على طول بتكون من مصلحة نادي أسوان. وزي ما أنتم بتشوف هنا أيضا هنا الكرة التانية. بص ما بيحضرش. لا يوجد أي حد موجود من نادي أسوان بيلعب الكرة العالية. أول الكرة التانية اللي هتنزل هتنزل على طول. بالزبط كده ضغط ضغط بشكل كبير جدا وبياخد كورنر. هو ده نفس الكورة هنا تاني. الرجل مش بيحضر من تحت. بيلعب كور مباشرة بشكل كبير جدا على منطقة بالضبط هو بيحاول يستغل زي ما بقولك شوف الكورة هتنزل برضو هتروح لنادي أسوان ونادي أسوان بيقدر يستحوز على الكورة طيب نادي الزمالك النهاردة كان عنده مشكلة في ايه نادي الزمالك النهاردة كان عنده مشكلة في كذا حاجة حاجة الأولانية وهو انه ما بيضغطش ما فيش حد بيضغط لاسترجاع الكورة سواء دونجة دونجة الوحيد اللي كان قادر يقوم بالدور ده بقوة كبيرة جدا كانت المشكلة اللي موجودة قدامين السلاسي الأمامي سواء الجزيري أو الشيكبالا أو زيزو ما كانش في حد بيرجع يقوم بأدوار دفاعية قليل شوية غير زيزو فبالتالي كان فيه مسافة كبيرة ما بين التلت الهجومي وما بين نص الملعب وما بين المساكين بتوعنادي الزمالك بالضبط كده ما كانش فيه رابط ما بينهم فكنت دايما بتلاقي إن الزمالك لعيب لما ياخد الكورة ويجي يروح فيه فيه صحرا ما فيش حد جنبه ومش قادر يلعب لحد فبضطر لعيب إن هو عاوز ياخد الكورة ويعدي لحد ما تسقطع نشوف مثلا هنا نادي الزمالك هنا دي الكورة الوحيدة تقريبا اللي ضغط فيها على دي الحالات بتاعت الضغط بتاعت نادي الزمالك أعتقد أيوة بالضبط هنا شوف هنا نرجع للكورة دي من الأول معلش نرجع للكورة دي من الأول معلش تقريبا دي من الكورة الأوليلة اللي نادي الزمالك قدر يضغط فيها هنا الكورة تقطع في نادي الزمالك مفروض هو دي أنا بكلمك عليه الضغط العكس شوف هنا دونجة عمل عمل الضغط العكسي هو وحيدة بتون شوت المباراة الأول هي الكورة الوحيدة اللي دونجة قدر إيطاحها واللي نادي الزمالك عمل فيها الضغط العكس زي ما بيقولوا واللي تروح للشيكبالة عشان يشوت واحدة من أخطر الفرص نادي الزمالك في الشوت الأولاني نشوف برضو هنا نادي الزمالك الضغط على النادي هنا أسوان مع الكرة ولكن هنا بقى بص شوف الرجل هيمشي مسافة قد إيه ما فيش أي ضغط الرجل ماشي من أول المبران حد دي كرة كتخطرة جدا دي كتفى أول الشوت التاني لو نرجع تاني معلش الكرة دي للأول لو نرجع معلش الكرة دي للأول سريعا بص هنا الكرة قطعت الرجل معه 14 دي من أحمد بالحج بص الكرة بيجري منين من نص الملعب بتاع نادي أسوان بيجري مفيش حد يضغط عليه مفيش جناح راجع مع الباك فبالتالي تتحرك في ظهر الدفاع في العمق كالعادة وهي مشكلة الزمالك بقاله فترة وهي عمق الدفاع نفس الكلام هنا كرة بتتضغط من عند نادي الزمالك بياخد الكرة ده هنا بقى معلش عاوز أرجع وقف لحظة واحدة نرجع قبل الحالات دي نرجع على سف الجزير في مشكلة كبيرة جدا عند النادي الأهلي ونفس المشكلة دي موجودة عند نادي الزمالك وهو القرارات الغريبة اللي أسبح بمواقف وطرائف من مهاجمين بحجم نادي الأهلي نادي الزمالك النهاردة سف الجزيري كان خيال ما قاته في المباراة ما بيقومش بأي دور في المباراة تماما والكرة كلها اللي بتجيله بدل ما يكون هو بيقوم بدور المحطة الرجل بيفقد الكرة بشكل و بأسلوب غريب زي ما يكون مش عارف يستلم الكرة أنا جيب له أربع لقطات فقط هو لمس الكرة ست مرات في المباراة لما سكرة أربع مرات فقط بس اللي هما اللي أنا جيب لك عليهم إنه هو قد إيه هو كنسان بالضبط هي دي آخر حاجة في مباراة الزمالك نكمل الكرة هنا نادي الزمالك ده في الشوت الأولاني بحاول يطلع بالكرة بيطع كرة هنا دونجا بص استلام سيء جدا والكرة بتروح لأسوان دي منتهى السهولة و معين هيكت ممكن تطلع بهاجمة كويسة لنادي الزمالك هنا نفس الكرة برضو إمام عشور بيحاول يعدل واحده بص هنا سيف الجزيري طباط بشكل كبير وقف قف بس معلش قف قبل ما الكرة تقطع منه موضوع بسيط جدا جدا أنا بلعب أهو في وشك أول ما استلم الكرة أهو في وشه في وشه زيزو تقريبا وفي وشه وفي ناحية تاني الشيكابالة تخيل أنت لو أدى الكرة لزيزو والشيكابالة طلع ها كانت هاجمة نادي الزمالك ولكن تقطع منه وزعلان جدا أن الكرة مش فاول نشوف الحالة اللي بعدها هنا برضو آه ده الزيادة الجزيرة بص بص إيه دا يعني أنا نفسي أعرف بجد أرضية ملعب طيب هل ممكن نلتمس العزر لا 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 ما يفعش عيب إنت مواجب نادي الزمالك مواجب نادي الزمالك يعمل كده يعني نرجع بالكرة تاني نشوف هو لا حد ضغط عليه ولا حد اشتبك معه ولا حصل أي حاجة يعني نبص الكرة هما تنزله تاني أنا عاوزك تقولي يا رجائي في أي حد ضغط على الراجل مفيش أي حد ضغط على الكرة معابه راحته خالص إيه بتعمل إيه كرة في قوت بشكل رهيب فيه كرة بعدها آخر كرة الكرة دي هو الكلام ده كان في ديها 55 أنا حافظ بالأرقام البقية نشوف الكرة اللي بعدها هو زعلان قوي برضو مش عاب زعلان ليه نشوف الكرة اللي بعدها هنا بص بستلم كرة في القوت ضيع كرة على الزمالك دول أربع لقطات كفيلين يعرفوك برضو يعني فيه أزمة قد إيه كبيرة في نادي الزمالك والنادي الزمالك عنده مشكلة في رأس الحربة وحاجات زي اللي بعملها سيف الجزيري دي ممكن تباوز تاكتكس ممكن تباوز التقام بالكرة فنادي الزمالك بيفقد الصدارة مرة أخرى ولكن لسه بدري ولسه هيحصل مطبط كتيرة جدا جدا طب سريعا بعيدين نستعرض نخش على مباراة نادي لأليو بيرميدز سريعا قبل نخش على مباراة نادي أليو بيرميدز كان في تخوف كبير جدا من جماهير النادي الأهلي قبل مباراة بيرميدز بسبب الأداء السائق للنادي الأهلي آخر مباراة وقدر النادي الأهلي أنه يخسر للأسف يعني أداء كان سائق جدا أربع نقاط في آخر مباراتين وفقد الصدارة لنادي الزمالك ولكن مباراة نادي الزمالك المع literacy كانت لعبت النهار ده ونتجتها ممكن تكون إدي تحافظ أضافي للنادي الأهلي قدي تحافظ أضافة للعيبة اللي عارفة أن الجمهور مش راضي عنها مش بسبب حاجة أكتر من أنا ما عنديش مشكلة الجمهوري نادل أهلي وجمهوري نادل أهلي أنا دلوقتي لما بكون بلعب وبشايف الفريق اللي قدامي اللي بيلعب باسم المؤسسة أو الكيان سواء كان أهلي أو زمالك وبيقدي أكتر ما عنده وبيخسر مباراة أو بديها أنا كجمهور هتعطف معاه إنما لما ما بلقيش في حمية رجائي وما فيش قلب وما فيش عارف بالضبط الحاجات اللي كنا متعودين عليها واللي بسبب على الأهلي والزمالك بيكسبوا لحد دقيقة تسعين مش موجودة عند لعيبة النادي الأهلي فده كلم زعلهم زائد إن النهاردة مارسل كولر تفوق وبشدة في إدارة مباراة النهاردة على تاكيس جونيارس بسبب إنه هو عمل حاجة جديدة جدا عليه أول من ساعة ما جاء النادي الأهلي الرجل ده بيلعب ضغط عالي عمل مفاجأة عمل مفاجأة نهاردة مارسل كولر عمل إيه هو كل المباراة تاكيس جديدة اللي من ساعة ما جاء النادي أول التحدي من الأستير لحد آخر المباراة هو بيحاول يطبق الضغط العالي كرة تبقى معاه على طول الضغط في مناطق الخصمة عشان يستحوز على الكرة ويحاول إنه هو يقدر يكسب بالطريقة بتاعت إنه هو بيطلع كل الفرقة ويسيب المساحات ويطلع الاثنين مساكين لحد نص الملعب ويستغل سرعة محمود عبد الملعب إنه هو يقدر يلم من ظهر الدفاع ولكن هو النهاردة ساب الاستحواز لبيراميدز ساب الكرة لبيراميدز وبقى يلعب على كرة واحدة بس وهي كرة في ظهر الدفاع نادي بيراميدز خصوصاً من عند الباكليفت أو الباكريات وخصوصاً عند الباكليفت محمد حمدي لإنه نحن عارفين كلنا طريق البيراميدز إنه دايماً بيطير الباكات وكل الفرقة بتبقى بتهاجم وزيدين لحد النص الملعبهم ولكن النادي الأهلي كل اللي عملوا النهاردة إنه كان أول ما بيقطع كرة بيلعب الكرة البعيدة لشادي حسين أو لمحمد شريف لما نزل ودي كانت من مميزات نادي الأهلي نهاردة إنه هو لعب المباراة ممكن تكونش كانت ممتعة قوي ولكن النادي الأهلي عرف إزاي يكسب المباراة نادي الأهلي عرف إزاي يكسب المباراة إحنا فضلنا تريباً تلت دقائق تلت دقائق بس ماشي حاوز أكلمك عن طريق ضغط الأهلي اللي خلت بيراميدز مش قادر إنه هو يعمل البلد اوب من تحت النادي الأهلي ما كانش بيضغط ضغطة عالي إلا بس لما بيراميدز ياخد الكرة من ضربة المرمى ويحاول إلعب ضغطة عالي ولكن بقى المباراة كان النادي الأهلي موجود هنا نتفرج هنا على النادي الأهلي عاوز أشوف أفشا وشادي حسين وعمر السولية آه فينا لحظة اللي معاك كرة ده اللي معاك كرة ده في نص الملعب ده توريه ده محرك الرئيسي لنادي بيراميدز الراجل ده ضغط عليه بشكل كبير جداً النهاردة سواء كان بيتمدل عليه أدوار الضغط ما بين عامر السولية وما بين محمد مجدي أفشا وكان شدي حسين أو محمد شريف أقوله بيقوم بالضغط على الاثنين مساكين والاثنين وينجاد بتوع النادي الأهلي اللي كانوا بيزيدوا يضغطوا على الاثنين بكات فبالتالي بيراميدز كان عنده مشكلة في الطلوع بكرة نكمل بسرعة نكمل هنا شوف النادي بيراميدز مش قادر يطلع بكرة ضغط من النادي الأهلي بص لحد فين ده كان في أول عشر دقيق من المباراة وشوف هنا برضو وقفت النادي الأهلي بالطريقة بتاعته قاقف هنا معلش لحظة قاقف هنا لحظة أرجع بس أرجع كمان 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 بس قاقف هنا النادي الأهلي كان في وقت من وقت المباراة بيلعب ستة تلاتة واحد ده حقيقة الاربعة اللي كانوا بيلعبوا وراء وباكرت والباكليفت والاثنين ستوبر وكان بيلعب بيرجع الاثنين وينجاد بتوع النادي الأهلي النادي الأهلي كان بيلعب ستة بزبط وعمل ستارة في نص ملعب بوجود التلاتة بتوع نص ملعب أليو ديانج وعمر السولية ومحمد مجدي أفشا وكان شدي حسين هو اللي بيحاول يدايق الاثنين سنتر باك بس ده أول مرة تقريبا مارس الكولر يلعب بالتلاتة أدية من ساعة مميسك النادي لذلك جمهور النادي الأهلي مستغرب خلونا نستعرض طيب طيب بالزبط طيب فالنادي الأهلي زي ما أنت شايف كان بيقف وبيلعب ازاي أنا عارف ان اللي بص ان اضطر النادي بيراميدز ان هو مش قادر يطلع بالكورة فبالتالي بيرجع تانى وهكذا ده كان نمط بيقدموا النادي الأهلي فكان فيه مشكل كتيرة في البيريميز يطلعها بالكورة أنا عارف عشان الوقت دايق عاوز أخش بس على طريقة الكور العالية اللي النادي الأهلي نواردة كان بيلعب بيها سريعا عشان أنا عارف ان الوقت دايق هنا بالزبط كده هنشوف هنا دي هجمة لنادي بيراميدز أول من نادي الأهلي بيقطع الكورة دي الكورة العالية الفولدر بتاع الكورة العالية بالزبط هنا ماشي نحن بيمشوا كده الحالات بالزبط من أول هنا أول من نادي الأهلي بياخد الكورة بيقطع الكورة من بيراميدز على طول كورة عالية في الضهر البكات شفناها في الكورة اللي فاتت هنا نفس الكلام هنا نادي بيراميدز بيحاول يضغط على نادي الأهلي محمد هاني على طول بيلعب الكرة العالية ليه شادي حسين كلها ما كانتش صح يعني كلها تقريبا بنسبة 70-80 في الماء كانت كور خطيئة ولكن فيه كورتين تلاتة وضح منهم الشكل بتاع النادي العالية يعني دي واحدة منهم لو نرجع لها شوية برضو نرجع لها من أول ما تلعبت هنا بص الكرة تقطعت أول حاجة عملها عمر السلاية أول ما استلم الكرة بص على طول هتلاقي أني شادي حسين على طول خد الطرف عشان يلعب للكرة نكمل الكرة بصرعة نكمل الكرة هي دي تقريبا الخطة اللي هو كان يلعب عليها مارس الكورر من ساعة من أول الماضي بالزبط كده عمر السلاية على طول يلعب الكرة لشادي حسين وشادي حسين ياخد الكرة في ظهر الدفاع ودي اللي النادي الأهلي يفضل يلعب عليها طول المباراة ولكن بزيادة معينة في الشوت التاني قدر أن النادي الأهلي يحرز منها الهدف الثالث نشوف هنا الكرة برضو هو حاجتنا الرجاء هو النادي الأهلي بيلعب الكرة عاوز أن شادي حسين ينزل يعمل محطة يستلم الكرة ويطلع وراء كريم فؤاد واستغله سرعته أو يطلع عن ناحية الثانية برونو سافيو أو أن شادي حسين ياخد في ظهر الدفاع على طول أي أن كان الوضع هو أي ولكن على طول شادي حسين كان بينزل والكرة العالية بتتلعب نشوف برضو هنا سريعا برضو الكرة دي محمد هاني هنا برضو لعب الكرة العالية الطويلة لمحمد شريف محمد شريف بقدر ياخد منها فاول فأقول لك هنا برضو طريقة طلوع النادي الأهلي بالضغط النادي هكا مضغوط عليه ولكن كان بيطر يطلع بكور هيلة جدا طب أنا يعني أنا عايز بجد أعود أتكلم معي أنا حد بحب الأعقام بحب التحليات جدا جدا حبيبي يا ربا والله لسه في كلام كتير بس أنا عارف أنه مفيش وقت معك كابتن حسين وكابتن إسلام في مفهلهم التوفيق طبع أكيد محمود شاكر أنا بشكرك شكرا جزيلا طيب خلونا جماعة نروح فاصل سريع ونرجع عليكم مع كابتن حسين مصطفى نجم طبعا النادي الأهلي والزمالك الأسبق والكابتن كمان إسلام عادل نجم الأهلي والمقصة الأسبق كلام كتير عندنا معه عن الأهلي وعن الزمالك ومبارات الدوري والانتقالات الشتوية أرجوكم ابقوا معكم أهلا وسهلا نرجع لكم مرة تانية بينضم لنا هنا في الاستوديو كابتن حسين مصطفى ونجم القطبين الأسبق والنادي الأهلي طبعا نادي الزمالك وكمان كابتن إسلام عادل نجم الأهلي والمقصة أهلا بكم برحب بكم في رقم عشرة طبعا الراوند الحداشر الجولة الحداشر من الدوري المنتظر أعتقد جولة ساخنة جدا فيها حاجات عقس التوقعات تماما هل نتكلم عليها باستفادة نبدأ باب الأهلي ولا بزمالك فالله جابتو الحسين نبدأ باب الأهلي نبدأ باب الأهلي يلا نبدأ باب الأهلي شايفين الأداء بتاع النادي الأهلي إيه من وجهة نظر الفنية ومن وجهة نظر الجماهير يعني هو البداية كانت النهضة النادي العالي بقاله مطشين بالضبط أو تلاتة ده التالت ليوم يعني كان الأداء كان مش كويس خالص بقاله فترة أداء متزبزب الأهداف إنهم حتى الأهداف بتاعته قليلة جدا وبدأ حتى الهداف بتاع الفريق كريم فؤاد الأمور كلها صعبة حتى عندهم ميز باس كتير كانت الناس ألقانة جدا من التصرحات برضو بتاعت المدير الفني وفيه أوقات كتيرة جدا كانت صريح جدا جدا إنه هو يجي الكلم يقولك أنا مش مقتنع بالفرودة بتاعتي فدي كانت حاجة برضو ما ينفعش طبعا ناسف أنا ممكن أسأل سؤال دي مشكلة مين ما هو إحنا في المركات الصيفي كان عندنا وقت وكان عندنا مجال إن إحنا نشوف ونقي ونختار على مهلنا مش حد كان مش مضغوطين يعني مشكلة مين بقى إن إحنا نشتكي دلوقتي من إن ما فيش عندنا مهاجم يعجب مارسل كولر هو أكيد يعني أكيد المدرب بيجي يشوف اللعبة كلها وبيجرب اللعبة كلها وبيدون فرص ما دي حاجة كويسة يعني إحنا أنا لما كنت لعيب كنت بتمنى أن المدير الفني ما يفضلش مصمم على 12 لعيب أو 13 لعيب لا يدي للفرص لكل اللعيبة فاللعيبة كلها كنت أخذك لما كنت بتلعب ما كنتش تقعد أصلا لا ما هي دي النقطة ما هو ده اللي أقول حضرتك كان بيجي يعني مستو منو الجزيه كان بيجي 15 لعيب أو 13 لعيب فهو كان مركز مع دولة بس فأنت النهاردة الرجل بيدي لك بيدي كل اللعيبة بيدي فرصة لكل اللعيبة كريم فؤاد اطلع من النقطة دي إن كريم فؤاد السنة اللي فاتت الناس كلها كانت عايزيني يمشي وقال لك أنه هو بيدي أدوه فالسنة دي بقى من أهم من أهم اللعيبة في النادي الاهلي الرجل هدا في النادي الاهلي فأنت لما يكون لعيب أساسا كان هيمشي دلوقتي بقى أهم لعيب موود في النادي الاهلي وهو اللي عمل نفسه يعني في الآخر اللعيب لما خد الفرصة وأثبط نفسه في الآخر هو اللي هيبقى موجود أي لعب هي العبيز بتنفسه هو اللي هيبقى موجود هي النقطة بس إن الندير الفني الموضوع بتاعه جديد علينا إنه هو يقول الحاجات إن أنا مش مقتنع بالفرودة أو مش مقتنع بالناس اللي قدام محدش لسه مقتنع به دي حاجة جديدة علينا إنه هو يقولها قدام الإعلام دايما الحاجات دي بتبقى في القوض المغلقة بتبقى دايما مثلا على أيامنا منوش زي كان يجي يعنفنا في المطشوات يقول مثلا حسن موصلش إنه مستوى كويس هلعب مكانه كذا هعمل كذا بيبقى كل ده في القوض المغلقة أما المرة دي الراجل ألاقيه على العالم علاقات هل هو يعني مارسل كولر آه هو ملحقش المركاتو الصيفي يعني هو جيه جيه بعد المركاتو الصيفي بسهو عنده مركاتو الشتوي بسهو عنده مركاتو الشتوي انت إيراك طيب حضر يعني خلينا برضو نكون متوفقين عشان تسألت هي مشكلة مين هي في الآخر أي نجاح فني بيسبقوا نجاح إداري فانت كإدارة في الأول توقيت اختيارك للمدرب وطوقيت اختيارك للمدرب دي مهمة جدا نادي الأهلي كان لازم يبتدي السيزون بمدرب قديم مش بمدرب جديد كان لازم يعني لو كان الاتفاق على أن كولر يكون هو موجود كان لازم يكون موجود من السنة اللي فاتت أو أي اسم كان لازم يفنش الموسم ويبقى ليه دور في الشكل الفريق وفي الصحبات أنا يسبس هو مجبر أخاك لبطل يعني لا أنا بقولك على احنا بناكلم في إدارة سبك من النهاردة أنا بكلم لأن النادي الأهلي دائما مختلف عن الأندية النادي الأهلي السابق الأندية كلها وإحنا شوفنا الكلام ده في النادي الأهلي كابتن حسن بيقولك أنه أيام مستر مانو الجزي لما كان موجود احنا كنا بنعمل أرقام وبعدين كان يدخل قط لبس كان يتكلم في حاجات ما تخطرش على بال حد لأنه هو سابق فكان مثلا النهاردة الناس سيبقى سعيدة أن النادي الأهلي كسب مباراة كبيرة بسكور كبير وكانت اللعبة منتشة بشكل كبير جدا فيدخل المحاضرة فتلاقيه بيكلم على أخطاء مختلفة تماما علشان يتلاشى أو يتفادى أن يحصل حاجة منشط اللي جاية فكان راجل سابق بخطوطين ثلاثة فاللعيب بعدما كان جاي منتش بانتصار لا ده هينزل الملعب انت طفيته فهينزل الملعب يموت نفسه ويأكل للنجيلة علشان خاطر يبقى مستعد علشان خاطر نتفادى نحن ممكن نحصل دروب يعني فدائما بقولك أنا ليه بقولك كده لأنه دائما الإدارة لازم تبقى سابقة بخطوات فبالتالي أنا كنادي الأهلي هل تتكرم على الإدارة فنية لا إدارة مجلس الإدارة مجلس الإدارة مجلس الإدارة مش الإدارة فنية المجلس الإدارة هو المنوت بأنه يختار المدير الفني فأنا لازم أبتدي السيزون ما جيبش أنا أعمل الصفقات وبعد كده أجيب مدرب بديله أقوله خذ الطبخة دي منفعش لازم أنا أجيب مدرب من بدري أنت تبتدي معاه السيزون الجاي خذ لك آخر 4-5 ماتشات بالضبط واختار أنت مخطبالك برضه هو حتى اختياره الصفقات المحلية ما هو معرفش العين يعني حتى لو عرضت له عليه مثلا فيديوهات أو حاجة أو سيفي ما هو برضو ما يعرفه هو كامل مش راجل بتاع فيديوهات هو لا يقتنع بالفيديوهات لأ وبعدين هو إمتى الراجل ده لازم يكمل السيزون وتبتدي بقى تشوفه السيزون الجاي يعمل إزاي لأن السيزون ده مش هدادر تحكم عليه لأنه هو في ظروف صعبة جدا ما مراش أصلا قبل كده في أفريقيا يعني فالظروف بالنسبة له هتبقى صعبة جدا يعني في الشغل يعني لكن احنا برضو كجمهور هنا أو كمحبين للنادي الأهلي برضو احنا بنحكم بالقطع يعني النادي الأهلي لو كسب فهنا نتكلم عن راجل كويس النادي الأهلي في المواجهات المباشرة فده عامل حساسية شوية عند الناس فلما كسب أخذ بالك الأهلي عنده أخطاء النهاردة الأهلي عنده أخطاء كتير جدا لا هو عن أسف حتى الجمهور مش مبسوط من الأداء لك المبسوطين إنك كسبت بيراميدز لأنه بقدر بي تمام بغض النظر لو عن اللقطات بتاعة الأهداف شوف الأداء العامة ما أنا لسه بكلم أنه الأداء مش أحسن حاجة أنا بقولك لكن في النهاية فيه أوقات في مبارات يعني زي ما بتقال تكسب ولا تلعب فمبارات بيراميدز النهاردة لو خيارت جمهور الأهلي تبقى أحسن من بيراميدز ولا تكسبه لا يا عام خلي بيراميدز بكواس بس أنا أكسب يعني ففي مبارات مهمة بالنسبة للأهلي والأهلي قدام الزمالك أو قدام بيراميدز أنا محتاج الثلاث نقاط بالذات في المبارات اللي زي دي لكن بشكل عام أنا برضه مش عايزين بقى بنستعجل في حكمنا على المدرب سواء هو أو كابتن أيمان الرمادي أو أي حد بيحقق النجاح أنا مش عايزة أستعجل مش عايزة أقيم النهاردة بناء على مبارات النهاردة أو مباراتين ثلاثة السيزون فيه 34 مباراة وعندك مباريات كاس وعندك مباريات أفريقيا فبالتالي أنت ما نفعش حكمك يبقى متزبز بطول الوقت لازم تستنى وتتأنى وبعدين التاريخ علمنا كده لازم نستنى فترة طويلة جدا علشان لن نجي نحكم الأهلي في دقيقة أو دقيقة قبل بنطلع بريك ونرجع لنكمل تاني النادي الأهلي بدأ أول من بوراك كان عايز يضغط ضغط عالي زي ما مستر كولر يعني بيعمل في كل مطشط اللي فاتت فبدأ يضغط ضغط عالي فحس إن الأمور إن اللعبة بتاعته مش هتقدر تضغط الضغط العالي ده فبدأ يرجع تاني لنص ملعبه ويسيب الاستحواز لبيرامد لغاية ما بدأ يعمل كان بيعمل دايما بيرجع بالستة كان النهاردة أنا حاسس كان النهاردة الأربعة ديفينس مع الاتنين الهافين كانين فؤاد وبرونو كان دايما بيلعبوا عشان برضو طريقة بيراميز بيطير الباكين بتوعه دايما الباكين هم اللي بيبقوا فتحين لأن عبدالله سعيد سعاد بيطلع على الطرف يجي استلم أو بينزل يستلم لأن معظم طريقة بيراميز بتخلي كل اللعبة تنزل تستلم رمضان الفيرود إسلام عيسى كل حتى مصطفى كان كل الناس بتنزل تستلم فهو خلى الناس تقفل تقفلوا ودعبوا كونتراتا هو تالين ما لعبش بالأسلوب دايما من ساعة ما ميسك النهاردة بالضبط ده كان حاجة بالنسبة لنا غريبة النهاردة حتى هنا وأتفرج قلت الرجل ده ذاك ليه هو قابل عبدالغط عالي النهاردة قابل عبدالغط عالي بس ما خدش ما أطعهش خلي بالك زي الزمالك يعني أنت لو تيجي في السوبر لما عمل ضغط عالي قطعوا الكرة جاب منها هدف فالنهاردة لأن بيرامتس من الفرق المحترمة جدا من عام مدير فني محترم بيقدر يطلعبوا الكرة كويس محدش بيقدر يقطعوا الكرة منهم غير قليل قوي من الفرق اللي هي تقدر تقدر تعمل ضغط عالي على بيرامتس ويتخدوا الكرة فهو قال لنفسه أنا بدلا مخسر لأ أنا لعب أشوف النقطة اللي أنا أكسب منها وإدر وفي الآخر حقا هل تطريح صراحة غريب إحنا هنتكلم فيه بالتفصيل عن التصريح الغريب بتاع مارسل كولر بس بعد الفاصل يا جماعة خلينا نروح لفاصل ونرجع لكم تاني مع كابتن حسن مصطفى وكابتن إسلام عادر أرجوكم ابقوا معنا المناقشة هنا يا جماعة محتدمة عن تحليل لأداء الأهلي والتحليل لأداء أداء بيرامدز مارسل كولر أجاد ولا لم يوجد يعني فيه هنا منقشة محتدمة عايزين نكملها على الهوى بقى إسلام أنت بتقول أن مارسل كولر هو يعني كان محق في الطريقة اللي هو أدار بيها الجيم النهاردة طيب أنا بقول دايما أن المدير الفني خاصة المدير الفني النادي الأهلي بيتمنى أنه يبقى فاعل طول الوقت أنه ويفرد أسلوبه في كل المباريات لكن فيه أوقات مش قادر تبقى فاعل فبتبقى رد فاعل فأنت ممكن تبقى معتمد على أنك يعني أنت بتعمل يعني هجوم متقدم أو تضغط من قدام فتلاقي أن الفرق لقدامك بتعمل بيلد أب كويس أو بيطلع بكورة كويس فهي بأشكلك وحش فهتخسر الشكل بتاعك فالمدرب بيضطر أوقات يبقى رد فاعل وده زكاء من المدرب بأنه يبقى عنده مرونة لأنه وزي ما كنت اللي إست بحكي لك أنه فيه سنة اللي بيضغط ضغط عالي دايما بيضغط ضغط عالي بيبقى عنده مساحات بزرط بقى عنده مساحات في دهره بقى عنده مساحات دايما فأضطر أنت برضو متى السنة بتلعب تلتين ملعب الفرقة بتلعب في 40 يارضة فبتحركوا مع بعض رحين جايين مع بعض وفي التالي يخد بالك فيه حاجة بها مهمة جدا أنه فيه فرق معينة بيبقى عندها شراصة هجومية أو فرق مثلا بتمتاز بالدفاع أو فرامزم الفرق اللي بتمتاز بالاستحواز وتاكس هو بحب الكسة دي فأنت بتلعب مع مدرب هو عايز يستحوز أكتر ما عايز يكسب يعني هو استحوز مع ودد يجل لحد من نزوله مدرجة تاني مش عافين يسعاده فالراجل هو بيحب الاستحواز جدا خد بالك يعني في رئيس برضو مع الزمالك السنة الفاتت والسنة دي عمل كده كتير جدا احنا كنا متشوف الزمالك في أوقات بيلعب قدام فرق مش يعني مش الأهلي ومش بيرامز فرق تانية يعني مخروض فبيسيب الاستحواز لفرق تانية وفي الآخر بيطلع كسبان المباراة عمل كده أصلا معنات الأهلي ويمكن الشكل ده بقلة الموارد والإمكانيات اللي كانت مع السنة اللي فاتت هي دي اللي ساعدته ان هو يفوز بلقب الدوري أنا بعتذر لمدير الفني نادي الأهلي على الهوى بعتذر له بيدي أنا في انت غلط فهي سيناريوهات يعني انت كده كان المدير الفني دايما بيبقى قبل المباراة عنده تخيل لأنه بيبقى عارف شكل النادي الأهلي بيلعب ازاي فالمدرب بيقسم المباراة بتالي عندك تسعين دي فيه مدرب بيلعب نص ساعة بشكل ونص ساعة بشكل ونص ساعة بشكل تاني ده سيناريوهو بيبقى يعني مخطط له قبل المباراة مع الجهاز المعاون بناء على رؤيته للنادي الأهلي شايف مفيش حد ما يعرفش نادي الأهلي يعني ولما أو بيرامدزي ولما بتدخل في المباراة بتشوف فقا هل سيناريو اللي انت مخطط له الامور ماشية بنفس الشكل ولا لا ممكن يفاجأك حاجات في المارش فالحاجات دي تخليك انت تغير بعض الحاجات حسب سيناريو المباراة انت كمان ان هذا هو لك يا كابتن اسلام ان النادي الأهلي احترم جدا النادي بيرامدز احترموا جدا لاني لو هو فضل اننا النادي الأهلي اضغط ضغط عالي وافضل اعمل زي المباراة اللي فاتت اضغط ضغط عالي كان ممكن مهاردة لان النادي الأهلي يخسر ممكن ما تكسبش وخد بالك مباراة كمان مع بيرامدز النهاردة زي ما بقولك النهاردة الناس عرضوا عليه الاحصائيات الموجودة قبل كده وشكل الدربي من بين الفرقين فبالنسبة له اخد بالك ان هو يخسر من بيرامدز هتعمله علامة سلبية مع الجمهور فالراجل محتاج يكسب سيكة الجمهور والناس كانوا بتحب المسلمان كانوا بيكسب الزمالك طول الوقت الدربي اللي بيحبوه بيكسبوا الفرقة كبيرة والمشاطة الكبيرة في أفريقيا كلها بيكسبها عشان كده المسلمان يمعلق مع جمهور رادي الاهلي فالراجل ده كل ما يقعد في مصر كل ما يبقى عارف الأمور بتمشي ازاي فأكيد يوصل له المسج انه محتاج تكسب الدربيات علشان يعني تبقى عندك علاقة جيدة مع الجمهور عظيم جدا كتن حسن حالك طبعا ملك نص الملعب شايف أداء الزمالك بقى النهاردة في نص الملعب مقارنة بأداء أصوان في نص الملعب لأ النهاردة أنا حاسس لعبتي الزمالك يعني الشوت الأرداني يعني كلهم كانوا يعني أنهم مجوش الملعبش يعني لأنه أنا إحساسي بسبب أنهم كانوا بلعبوا الملعبش الفات الساعة سبعة بالليل فتركزهم لعبتي الزمالك بتلعب بالليل لما يجي يلعب اثنين ونص فرق التوقيت دوت لأنه أنت عارف في نقطة ممكن ناس كتير ومتتكلمش فيها أنت لما تيجي تصحى الغداء بتاعك بيبقى الساعة كام هيبقى الساعة 12 وتروح الملعبش على اثنين ونص فأنت لازم تنام بدري وتصحى بدري أنا شايف أن سبب خسارة نادي الزمالك النهاردة أن اللعبة مركزتش ومنامتش كويس ومركزتش مدتش اهتمام الملعبش قوي لأنه حاسين بسبب المكسب بتاع الملعبش الإسماعيلي حتى المدير الفني يعني حتى من النقطة اللي أنا مدايقاني جدا المدير الفني بعد مطش الإسماعيلي راح للجمهور وقعد يقول أنا بقينا نمبر وان إحنا الأول الدوري لسه بدري قوي على الموضوع دوري يعني يعني اللي بتلاعب برة الملعب كان أكتر من الجوة يعني تركيز اللعيبة تركيز اللعيبة والمدير الفني والمدير الفني مع الجماهير مع السوش الميديا أنا بالضبط كده أنا حاسس أنهم كانوا مش مركزين وحاسس أنهم يعني ما كانوش مدين يعني أهمية للمباراة حاسسين هم ما يكسبوا نادي أصوان فنادي أصوان على فكرة نادي أصوان من أول الموسم للغاية المباراة دي يعمل أداء كويس جدا من أحسن الفرق اللي عجباني في الدولة الموضوع من ساعة الصراح ما مسككم كابتر رغيية طبعا حتى هو لا اختياراتهم للعيبة أداءهم اللعبة بتجري كتير اللعبة حتى فيه لعبة كتير أو مشيت وده آخر المطاف بتاعهم فعايزين يعملوا أداء كويس زي بوحد محمد حمدي المطشط اللي فات جايب هدفين وكان نجمل بورا وكان السنة اللي فاتت مستوى كان نازل يعني مستوى قالل فهو نادي أصوان عمل أداء كويس جدا بقاله المطشط دي كلها هو أنا حاسس نوع فيه كونسستنسي فيه استمرارية فيه ثبات فيه الأداء بتاع نادي أصوان بالزبط فهو دوت أنت مفروض عارف أن نادي أصوان نادي فيه لعبة كتير أو عندها طموح وبتجري كتير فأنت اتفاجأت أنا حاسس أن اللعبة اتفاجأت بجري اللعبة يعني أن تيجي في المباراة الكرة التانية نادي أصوان كل كرة تانية واخدها كل كرة مشتركة يعني أنت اللجواني اللي دخلت في نادي الزمالك كور سابتة نادي الزمالك كان السنة اللي فاتت مميز جدا جدا بكور سابتة طبعا كان على طول بيكسب بكور سابتة يروح جايب جون بكور سابتة النهاردة هو اللي بيخسر بكور سابتة يعني هو كمان يعني المطش الإسماعيل يبدو فتح هو اللي جايب الجول النهاردة اسمه السردباك هو اللي جايب الجول بتاع نادي الزمالك فهمين ففي حاجات كتيرة ميران الصديقة أيها بالضبط كده برضو ما بين السردباكات أنا دايما بقول نادي الزمالك كان السنة اللي فاتت مميز جدا ليه كان بيلعب بخمسة وراء يعني يلعب خمسة وراء دلوقتي بيلعب أربعة أربعة ديت لين لعيبة إمكانات اللعيبة اللي عندك ما تلعبش أربعة عندك لعيبة معندها السرعات بالذات كمان بعد إصابة الوينش انت فتقط يعني خمسين في المئة من قوة نادي الزمالك في حتة الدفاع هي هي المشكلة فعلا في تدعيم خط الزمالك إن هو يلعب بشكل أساسي يشتغل بشكل أساسي على خط الدفاع بتاعه بص أنا شاف إن زمالك مشكلته أصلا مش فنية في الأول يعني مشكلته معنوية معنوية أكتر لأن زمالك السنة اللي فاتت دائما بنجيب سلية السنة اللي فاتت كتير عشان الظروف اللي لعب بها الزمالك السنة اللي فاتت ظروف تعجزية وقدر إن هو يفوز بلقب الدوري ونادي الأهلي الثالث العالم للأدية واخد برون زيد كاس العالم واخدها مش من النادي الأهلي والنادي الأهلي في مستوى عالي جدا فأنا شاف إن الناحية مش فنية في المقام الأول يعني وبعدين السنة اللي فاتت والسنة دي الأهلي ممر بظروف صعبة جدا وزمالك ممر بظروف كويسة جدا فكان الأولى إن النادي أهلي يعمل صفقات أكبر باعتبره إن هو خسران الدوري وزمالك الكسبان الدوري هو عمل العكس هو اللي عمل صفقات كبيرة وفيه أوقات هو مش يعني مش بكتر لصفقات هل أنت محتاج العدد ده من اللعيبة دي ولا مش محتاجه الحاجة الثانية المركز اللي أنت محتاج تدعمها تدعمها إزاي بشكل كويس كابن حسن بقولك إنه عندهم مشاكل كبيرة في التمركز أو في خط الدفاع نلعب أربعة أو نلعب خمسة هي في الكصة المسئولية المسئولية من الأول أنت داخل المباراة أو داخل الدوري زي السنة اللي فاتت كنت داخل بظروف صعبة جدا فما قدماك شغل أنك تعتمد على الشكل ده فقدرت تعمل أقصى حاجة عندك إنما السنة دي لا محدش بيعمل أقصى حاجة عنده في اللعب منتكلم عن المباراة اللي بتتلعب الظهر النهاردة مفيش بطل ما بلعبش في كل الظروف لأن النهاردة لو أنت مباراتك مع أسوان الظهر صعبة ما أنت هتروح تلعب في أفريقيا برضو الظهر واتلعب في الظروف أصعب من دي بكتير ممكن نتجوه النهاردة في أسوان نحن في الشتاء فجوه معتاد لا ده أنت هتلعب في عز الحر في أفريقيا فلازم تتعامل مع المؤكو في دي كمان لما يبقى فيه مدير فني كبير طبيعي هلعب مباراة ساعة 2 الدهر أسبوع كامل أسبوع كامل قبلها تبني ساعة 2 الدهر وأعمل نظام ده نعمل معسكر 4 أيام يعني أنا لو مدير فني وفعلا بقى مركز على البطولة وميت على البطولة أنا أعمل معسكر 4 أو 5 أيام إيه المانع أروح أسوان قبلها لزمالك عدو إمكانية تسمح له من بعد المباراة الأخيرة يروحوا في أسوان يعني خلص المباراة تاني يوم أجازة أو مش أجازة وأطلع على أسوان وأقعد هناك 3 أو 4 أيام أتعود على الجو أتعود على الظروف واللي بيحصل يوم المباراة أعمله قبلها 3 أيام كان بيعمل دائماً الموضوع دمعنا الكابتن إيهاب جلال في مصر المقصة كنا بنيجي بدري جداً قبل المعسكر قبل ماتش بيوم بنيجي بنعمل كل اللي هتعمل يوم الماتش يعني بنروح الأوتيل نتغذف معادل ماتش نتحرك بالباست نروح نتمرن نرجع تاني يوم الماشهد بيتكرر تاني هو هو فمهم جداً استعداداتك لمباراة تبقى عاملة زي لأنه أنت هتقابل أجواء صعبة كرة قدم مش مجرد كرة قدم بس لدى فيه أجواء وفيه مطابات وفيه صعوبات أنت بتقابلها لو أنت مش مستعد لها بشكل كويس هتقابل زي الحصل النهاردة لكن حقوقها أن الحق لازم ندي كمان أسوان حقه لأن أسوان فريق يعني متنائز شغال بشكل كويس رفعت اليوم القبعة ورفعت القبعة شغالي بشكل كويس مش بس علشان الأداء الرجولي بتاعهم وما كان بيشتغلوا فيه ظروف صعبة جداً عليها تحيلة شكرك شكراً جزيلاً كابتن إسلام عادر شكرك شكراً جزيلاً كابتن حسن مصطفى شكرك شكراً جزيلاً شرفتوني ونورتوني وسنة سعيد عليكم يا ربو على كل حبايقكم بكده مش هيدين نكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة بكرة إن شاء الله حلقة جديدة من رقم عشر أرجوكم لا تتابوا بعيداً